بسم الله الرحمن الرحيم. ابناء وبناتي طلاب الصف الثالث الاعدادي مدرسة المنتزة الخاصة. اهلا بكم فيديو جديد من فيديوهات مادة العلوم. معكم مستر هشام. النهاردة ان شاء الله هنستكمل سلسلة الفيديوهات اللي بدأناها. آآ في شرح المنهج الخاص بالترمي التاني. وبالتحديد النهاردة عندنا الدرس الاول من الوحدة الجديدة. الوحدة التالتة. آآ الدرس اسمه المبادئ الاساسية للوراثة. طيب آآ طبعا من المعلومات الاساسية اللازم نعرفها قبل ما نبدأ في الدرس ده. ان الصفات بتتأسم لنوعين. في صفات اسمها صفات وراثية. وصفات تانية اسمها صفات مكتسبة. الصفات المكتسبة هي الصفات اللي بيتعلمها الفرد من البيئة. ليه تعلم المشي. تعلم الكتابة. تعلم آآ قيادة السيارات. ده كل دي اسمها صفات مكتسبة. بينما الصفات الوراثية هي الصفات التي يارثها الابناء من الاباء. ليه صفات مثلا لون آآ الشعر لون العين آآ الطول فصلة الدم. كل دي بسميها صفات وراثية. كلامنا في الدرس ده هيكون على الصفات الوراثية بشكل خاص. آآ مندل آآ هو العالم اللي درس آآ آآ الصفات الوراثية وانتقالها من آآ من آآ من آآ من الاباء للابناء. وحدد في دراسته اخ اختار في دراسته آآ آآ اجراء التجارب على نبات البازلاء. فكان السؤال المهم اشمعنا يعني اختار نبات البازلاء. هنا جماعة في آآ مجموعة من الخصائص او الصفات موجودة عند نبات البازلاء. مش موجودة عند باقي النباتات. منها نمرة واحد انها نباتات آآ سهولة زراعتها وسرعة النمو آآ سهلة في الزراعة وبتنمو بسرعة. نمرة اتنين قصر دورة حياة نبات البازلاء. قصر دورة حياته من اول ما بيكون بدرة لغاية لما بيتحول ويبقى سمرة وبيكون ده ما بياخدش وقت كتير. نمرة ثلاثة ازهر نبات البازلاء آآ خنثة وبالتالي امكانية تلقيحها ذاتيا. وكلمة خنثة اي انها تجمع اعضاء التأنيس والتذكير معا. نمرة اربعة آآ سهولة تلقيحه صناعيا بواسطة الانسان. يعني بالاضافة طبعا ان هو نبات خنثة يمكن تلقيحه ذاتي في سهولة في امكانية تلقيحه تلقيحا خلطيا بواسطة الانسان. نمرة خمسة بقول انتاج النبات لعدد كبير من افراد الجيل الواحد. ودي طبعا من المميزات لان طالما فيه هيبقى اعداد كبيرة هيبدأ يزهر للاختلاف ما بينها. نمرة ستة. وجود عدة اصناف من البادلاء تحمل ازواجا من الصفات المتضادة او المتقبلة. بمعنى ان مش كل النباتات يا جماعة بتبقى شبه بعض. ولكن في تنوع. مثلا في نباتات طويلة الساق ونباتات قصيرة الساق. في نباتات ازهرها بيضاء وفي نباتات ازهرها حمراء. في نباتات لون القرون بيكون اخضر وفي نباتات بيكون لون القرون اصفر وهكذا. بمعنى الاختلاف ده بيفيدنا كتير في اجراء التجارب. غير لما يكون عندي صفة واحدة هي اللي سبتة. فكده مش هيكون فيه اي نوع من انواع التنوع. يبقى دي الاسباب اللي قدت الاختيار مندل نباتة البذلاء لاجراء التجارب بتاعته. طيب زي ما قلتلكم كده من شوية اه فيه الصفات المتقبلة او الصفات المتضضة في نباتة البذلاء اه كتير اختار مندل منهم سبع صفات عشان يجري التجارب بتاعته. يعني على سبيل المثال وضع الظهرة فيه وضع جانبي فيه وضع طرفي. لون الظهرة فيه ظهور حمراء فيه ظهور بيضاء. طول الساق في اه نباتات طويلة الساق فيه نباتات قصيرة الساق. اه شكل البذرق في بزور ملساء وفي بزور مجعدة. طيب لون البذرق في بزور صفراء وفي بزور خضراء. ما نستغربش يا جماعة. اه في بزور صفراء. ممكن احنا ما بنتعملش معها ما بنزرعهاش. ولكن في بزور لونها اصفر في بزور لونها اغدر. طيب اه شكل القرون اه في قرون او قرن منتفخ وفي قرن بنقول عليه محزز. اه لون القرون فيه اغدر وفيه برضو اصفر. زي من شايفين كده دول سبعة من الصفات المتقبلة او صفات المتضادة. آآ بدأ من دل اجراء التجارب بتاعته على نبات البازلاء. آآ بدأ عايز يعمل تزاوغ بين نوعين من انواع النباتات او آآ عايز يحدد صفة معينة فاختار صفة مثلا والتاكل لون البزور. بقى مركز على صفة لون البزور. اختار نباتات لون بزورها اصفر. ونباتات لون بزورها اخضر. ولكن الاول اتأكد من نقاء الصفة. ازاي ده? انه هو جاب نباتات بزورها صفراء من آآ نباتات تنتج بزورا صفراء جيل بعد جيل. يعني اتأكد من ان الصفة نقية تماما. ونفس الكلام في النباتات الخضراء جاب نباتات خضراء آآ من اصل نباتات خضراء تنتج جيل بعد جيل. بعد ما اتأكد من نقاء الصفة آآ عمل من دل تلقيح غلطي. ازاي يعني اخد من النباتات اللي بزورها صفراء حبوب اللقاح. وودها للنباتات الخضراء والعكس صحيح. طيب من دل عمل حاجة مهمة جدا في التوقيت ده. انه انتزع الاسدية. الاسدية او يا جماعة الاسدية دي اللي بتحتوي على حبوب اللقاح. انتزع من دل الاسدية لضمان عدم حدوث تلقيح زاتي. عشان النباتات ما تلقحش نفسها زاتية. خلاص? واتم التزاوج بين النباتات اللي بزورها صفراء والنباتات اللي بزورها آآ خضراء. خلاص? وطلع له الجيل الاول بزور صفراء بنسبة مية في المية. اخد البزور الصفراء اللي طلع دي وبدأ يعمل لها تلقيح زاتي. المعنى ان اخد بزور صفراء من الناتج. وعمل لها التزاوج مع بزور صفراء برضو من الناتج ان هو عش كده بقول عمل تلقيح زاتي. طيب برضو هنا لازم يعمل احتياطاته. عمل ايه? غطى من دل المياسم. المياسم ده هو اللي بيستقبل حبوب اللقاح. طب ليه غطاه في الحالة دي? علشان ما يستقبلش حبوب اللقاح من نبات خارجي. خلاص? يبقى غطى من دل المياسم لضمان عدم حدوث تلقيح خالطي. وسب من دل نباتات الجيل الاول دي زي ما قلنا كده اتلقح نفسها ذاتيا. آآ واستلع لي النواتج الجيل التاني. وكانت آآ تمثل تلات تربع الجيل التاني بزور صفراء. والربع بزور خضراء. يعني النسبة تلاتة الى واحد. لو بصينا كده في الشكل ده اهو. عملنا الاباء بزور صفراء وبزور خضراء. كان الناتج كله بزور صفراء بالنسبة مية في المية. ثم عملنا لهم تلقيح ذاتي. فكانت النسبة تلاتة الى واحد او تلاتة اصفر الى واحد اغضر. طبعا بنستنتج من هنا ان صفة لون البزور الصفراء هي الصفة السائدة. وصفة لون البزور الخضراء هي الصفة المتنحية. جميع الصفة السائدة هي الصفة التي تظهر. التي تسود. طبعا لمبدأ السيادة التامة هي الصفة التي تظهر او تسود. طبعا طلع علي في الجيل الاول بنسبة مية في المية. طلع علي في الجيل التاني بنسبة خمسة وسبعين في المية. من هنا استنتج مندل قانونه الاول المسمى بقانون عزال العوامل. نص القانون يا جماعة مهم جدا. بيقول لي اذا اختلف فردان نقيان في زوج واحد من صفاتهم المتقابلة. فانهما ينتجان بعد تزاوجهما جيلا به صفة احد الفردين بس. اللي هي الصفة السائدة. ثم تورس الصفتان معا في الجيل التاني بنسبة تلاتة الى واحد. يعني زي ما طبقناه كده على اللون البزور بيتم تطبيقه على باقي انواع او باقي الصفات المتقابلة. اه بنفس النسبة. الجيل الاول بتطلع مية في المية من الصفة السائدة. والجيل التاني بتطلع بنسبة تلاتة سائد الى واحد متنحي. بنهاية نص القانون مندل الاول بنكون انتهينا ان شاء الله من الفيديو بتاعنا. اتمنى لكم النجاح والتوفيق. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات اللي جاية. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة